مرحبا فيكم بحلقة مميزة كتير عن فيتامين مميز هو ملك فيتامينات الأعصاب فيتامين B12 أو B12 واللي كتير مننا عانى من نقص فيه وبيسمع كتير عن أعراضه أو حلل شي مرة واكتشف أنه نقص كتير عنده ويحتاج إلى علاج فيه لكن بحلقتنا اليوم رح نحكي بطريقتنا الصيدلانية المعهودة عن أفضل أنواع B12 الموجودة وأسوأها لحتى نميز وما تختلط عن الأمور كتير من الأشخاص بيشوف عيار للB12 يتفاجئ أنه والله بده العيار ألف ممكن هذا النوع من الB12 يتواجد نوع آخر بعيار أقل لكن أفضل من العيار اللي هو ألف فيعني الفكرة ليست بالعيار دائما وهذا الشيء لازم نحطه بالنا لازم نميز النوع الكيميائي الموجود من B12 أو الشكل الموجود فيه عموما بينقسم الB12 إلى شكلين عامين الشكل الحقني والشكل الفاموي الشكل الحقني أكيد هو الأفضل والمنصوح فيه لأنه B12 من أصعب الفيتامينات امتصاصا ولذلك الشكل الحقني هو الأفضل لكن هذا الشكل الحقني فيه منه ثلاث أنواع النوع الأول هو ميتين كوبالامين هو الأفضل طبعا لأنه هو يمثل الشكل الفعال من B12 بالنسبة للشكل الثاني أو النوع الثاني اللي هو هيدروكسي كوبالامين هيدروكسي كوبالامين هذا الشكل أو هذا النوع ميزته أنه هو طويل مفعول مقارنة بالأول ولكنه أقل فعالية في رفع مستوى البيتولف بسرعة النوع الثالث وهو الأقل فعالية في رفع مستوى البيتولف وهو سيان كوبالامين لكنه ميزته أنه ثباتيته أعلى من الأنواع الأخرى لذلك منشوف مثلاً مثيل كوبالامين أبر بتكون مغلفة موجودة بشكل مغلف لحتى تحميها من الضوء والحرارة بالنسبة للشكل الفاموي شكل الفاموي بنقسم أيضاً لشكلين شكل بيكون تحت لسان والشكل الفاموي العادي الأقراص اللي بنعرفها بالنسبة لتحت لسان هي تقريباً تعتبر بديل الحقن لكن مش بديل تماماً يعني أكيد ما رح ترفع مستوى البيتولف مثل الحقن لكنها ممكن تكون بديل الأشخاص اللي ما بيقدروا ياخدوا حقن طبعاً بالنسبة للنوع أو الشكل الآخر هو الشكل الفاموي هو الأقل فعالية في رفع مستوى البيتولف عموماً شكل الفاموي في منه كمان ثلاث أنواع مثيل كوبالامين وهو الأفضل في هيدروكسيكوبالامين وبالنسبة لسيونيكوبالامين هو الأقل أفضلية عموماً لكن نفس المواصفات اللي حكينا عنها بالنسبة للشكل الحقني تنطبق على بالنسبة للشكل الحقني تنطبق كمان على الشكل الفاموي